الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منهم منزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضاء لما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد مضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أول الفصل عن طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في تولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف ألسنتهم وسلامة قلوبهم عن شيء مما لا يليق بحال هؤلاء السادة الذين هم خير الأمة ثم بعد ذلك ثنى بما يجب تجاه الآل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والآل هم أهل البيت أصل آل أهل كما قرر ذلك أهل اللغة بدليل أن الهاء ترد عند التصغير فلا يقال أهيل إنما يقال أهيل والتصغير يرد الحروف الأصلية قد يقول قائل لماذا قدم الصحابة على الآل لماذا قدم الصحابة على الآل لماذا لم يبدأ بالآل قبل الصحابة نقول إن الآل الصحابة منهم داخلون في المقدم وفي المؤخر والتنصيص عليهم مع دخولهم في المقدم للاهتمام بهم والعناية بشأنهم فخيارهم وأوائلهم صحابة فهم داخلون في بداية الفصل ونهاية التنصيص عليهم لا شك أنه من باب الاهتمام بشأنهم والعناية بهم وأيضا باعتبار الأكثر يعني لو قدر أن الصحابة يمكن انفصالهم عن الآل والآل يمكن انفصالهم عن الصحابة لسيما إذا تصورنا أن من الآل ممن يحفظ له هذا الحق ممن ليس بصحابي يدخل في نصوص الوصية بالآل ممن ليس من الصحابة الذي ليس من الصحابة وإن كان من الآل هل هم بمنزلة الصحابة لا ليسوا بمنزلة الصحابة فتقديم الصحابة على كل حال هو الأصل لأن الآل لا يخلون من حالين الحال الأولى أن يكونوا الصحابة فيدخلون في الأول والآخر فيكونوا قد ذكروا مرتين إن لم يدخلوا في الصحابة ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحصل له شرف الصحابة وإن حصل له شرف القرابة إلا أنهم دون الصحابة في المرتبة لا أحد يقول أن علي بن الحسين مثلا مثل أحد الصحابة وإن كان شريفا مقدما سيدا إمام قدوة لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فالصحابة لهم منزلة على ما تقدم لا يبلغوها أحد ممن يتصل بهذا الوصف مهما بذل ومهما حصل منه من سابقه ومن غناء ومن علم وعمل كل هذا لا يؤهله لأن يكون في مصاف الصحابة على ما تقدم على ما سيأتي أيضا قال رحمه الله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الآن لهم حق الصحابي منهم له حقوق حق القرابة وحق الصحبة ومن دونهم لهم حق القرابة يتولونهم يعني يعتبرونهم أولياء لله وللمؤمنين أما بالنسبة للصحابة منهم فلا يحتاجون إلى تفصيل ومن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحق ثابت له إن كان على الجادة إن كان على الجادة من كفر منهم بالله جل وعلا فلا قيمة له ألبتة فأبو لهاب عم النبي عليه الصلاة والسلام وفي سورة نزلت في ذمه وبيان خسارته تتلى إلى يوم القيام تتلوها المسلمون مع عهد النبي عليه الصلاة والسلام من نزولها إلى قيام الساعة إلى أن يرفع القرآن في آخر الزمن وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ونصر النبي عليه الصلاة والسلام وذاد عنه لكن الله لم يكتب له الهداء ونزل فيه قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحبابت كذلك لا نتولاه ولا نحفظ فيه الوصية لأنه ليس من أهلها لأنه ليس من أهلها ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم موضع بين مكة والمدينة يقرب من الجحفة قال حينما قدم من مكة قافلا إلى المدينة أذكركم الله في أهل بيتي فهم وصيته عليه الصلاة والسلام فهذا حق لهم يحفظ دون غيرهم من خيار الأمة ولو كانوا صحابة الصحابة لهم حقوق تقدم شيء منها وسيأتي شيء منها لكن القرابة إذا كانوا صحابة فلهم الحقوق مجتمعة أذكركم الله في أهل بيتي هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ لأهل البيت ولآل البيت إلى قيام الساعة فمن ثبت نسبه إليه عليه الصلاة والسلام مع اختلاف أهل العنف المراد بآل البيت منهم من يقول هم بنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة ومنهم من يضيف بن المطلب ومنهم من يقول هم نسله عليه الصلاة والسلام وعلي والعباس وما تفرع عنهما إضافتان إلى عقيل وجعفر وكلهم من آل البيت على كل حال المسلم منهم يحفظ له هذا الحق ولا تأخذ المسلم في ذلك ردة فعل لأن من من ينتسب إلى القبلة يبالغ فياغلو في أهل البيت حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم آلهة مع الله جل وعلا حصل هذا من غلات الرافض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على عهد علي رضي الله عنه على عهد علي رضي الله عنه ودعوا فيه الألوهية لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نالي ودعوت قنبرة هؤلاء الغلات لا عبرة بهم كما أنه لا عبرة بضدهم من النواصب الذي لما رأوا كثرة الوضع في فضائل آل البيت أخذتهم العاطفة والحمية وردت الفعل فوضعوا في فضائل أبي بكر وعمر حديث موضوعة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة النواصب وطريقة أهل السنة والجماعة بين الفئتين الضالتين يتولون الآل ويحفظون فيهم مصية النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يصرفون لهم شيئا من حقوق الله جل وعلا وإذا كان يسمع في مثل هذه الأيام تكفير الصحابة وتضليل الصحابة والغلو بآل البيت حتى قال القائل وهو يطوف بالبيت يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك هل مثل هذا حظ في الإسلام هذا هو الكفر هذا هو الشرك الأكبر يعني ما ترك لله شيء يسأل الله السلامة والعافية الحسين وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه يقول الزمخشري خم بضم الخاء اسم رجل صباغ وضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة وقيله على ثلاثة أميال من الجحفة وذكر صاحب المشارق يعني الزمخشري يقول هذا الكلام فيه الفائق نعم الفائق وذكر صاحب المشارق من صاحب المشارق نعم القاضي عياظ مشارق الأنوار على صحاح الأخبار في غريب الصحيحين والموطة من أنفع ما كتب في الغريب إلا أن طريقة تأليفه الحروف على طريقة المغاربة وتختلف عن طريقة المشارق فالبحث فيه يصعب إلا بفهرسة على الطريقة المعروفة مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب كتاب عظيم وزنه ثقيل عند أهل العلم اختصر ابن قرقول في كتاب أسماه مطالع الأنوار وزاد عليه واشتهر المختصر أكثر من الأصل ولذا تجدون في الشروح دائما يقولون قال صاحب المطالع قال صاحب المطالع وذكر صاحب المشارق أن خمّا اسم غيظة هناك غيظة هي الأرض التي يكثر بها الشجر ويلتف بعضه على بعض شبه ما يكون بالغابة وبها غدير نسب إليها وللغدير شأن عند المبتدع الغلات ممن يعظم أهل البيت وهذا الحديث له شأن عندهم ولا شك أن الحديث عند أهل السنة أهل العمل بالسنة له شأنه لكن لا يصل إلى حد الإفراط تجد التسمية به في كل مجال وفي كل مكان وهو مكان المكان نفسه لا يزيد شرفا على غيره ده أمور تسمى بالغدير وعندهم مجلة تصدر بهذا الإسم مملوء بسب الصحابة وبيان مثالبهم والافترى عليهم والغلو بأهل البيت والله مستعان والموعد الله يقول أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاش يجفوهم يعني لا يعاملهم المعاملة التي تليق بهم وقد يجد في نفسه شيئا عليهم هو النفوس مجبولة على بعض الأشياء والقلوب لا شك أن فيها بعض الأمراض يعني مجتمل على بعض الأمراض التي علاجها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الجفاء قد يحصل من المسلم حصل هذا الجفاء من قريش لبني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون هي نافية لا يؤمنون حتى يحبوكم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم نفي الإيمان هنا نفي كمال حتى يحبوكم لله جل وعلا حبة خالصة لله جل وعلا ولقرابتي يعني بسبب قرابتي وهذا أمر عادي إذا كنت تحب الشيء وتحب الشخص تحب من يحبه هذا الشخص فقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة والمحب الطبري له كتاب كبير اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة وله أيضا ذخيرة العقبة في مناقب ذوي القربة والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا مر بنا مرارا أن كثيرا من الشراح يؤولون هذا فرارا من إثبات اليد فيقولون روحي في تصرفه فاسرون باللازم روحي في تصرفه لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحبوكم لله ولقرابتي هذه الغاية وإذا جاء مثل هذا في القرابة فقد جاء كما تقدم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني الأدلة متوازنة الأدلة متوازنة وأسعد الناس بهذه الأدلة مجتمعة أهل السنة والجماعة فنجد الرافضة يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ونجد النواصب يعكسون ووفق الله أهل السنة في هذا الباب كسائر أبواب الدين إلى التوسط والعمل بجميع النصوص حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان بني هاشم فهو عليه الصلاة والسلام خلاصة الخلاصة الخلاصة نعم هذا لعموم المسلمين مزيئة أهل البيت أنهم يدخلون في جميع النصوص يدخلون في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليخيم ويحب لنفسه ويدخلون في النصوص الخاصة لا شك أن هذه مزيئة زيادة في الشرف وزيادة في الحق هنا مسألة والفرصة مواتية وقد مر بنا ذكر الصحابة وذكر الآل الروافض لا يترضون على الآل بل يكفرون السواد الأعظم منهم ولا يترحمون عليهم ولا يصلون عليهم تبعا ولا استقلالا وتجدهم يصلون ويسلمون على الآل استقلالا فاضلا عن تبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام والنواصب العكس تجدهم يغلون في بعض الصحابة لكنهم يثلبون آل البيت ويذمونهم على ما سيأتي في حديث الصلاة الإبراهيمية بعد التشاهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الحديث الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد لا شك أن هذا يدل على شرف الآل مع أن الآل بالمعنى الأعم يشمل أهل البيت ويشمل الصحابة ويشمل الأزواج على وجه الخصوص لأنه جاء في بعض الروايات اللهم صلي على محمد نعم وعلى أزواجه وذريته والنصوص يفسر بعضها ببعض أقولك صار شعار لبعض المبتدعة تخصيص الآل دون الصحب وشعار لبعض المبتدعة تخصيص الصحب دون الآل وأهل السنة يجمعون بينهما فهل في حديث الصلاة الإبراهيمية ما يدل على أنه يضطرد في الصلاة على النبي على الصلاة والسلام عطف الآل دون الصحب أولا الحديث العام في الصلاة عليه على الصلاة والسلام ما جاء على وجه العموم الأمر بالصلاة عليه والسلام في أواخر الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امتثال هذا الأمر العام بقولنا صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان امتثال هذا الأمر بقولنا صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية في التشاود فرد من أفراد هذا العام فرد من أفراد هذا العام والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص بالقواعد جاري على هذا التنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص ففي الصلاة لا بد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خارج الصلاة نمتثل بقولنا صلى الله عليه وسلم وإذا أضافنا من له حق علينا كالآل والصحب فنور على نور لأن الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحب بواسطتهم وصلنا الدين هم الواسطة بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سبق تقريره فالعموم يقتضي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية نقول صلى الله عليه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ولما كان الإفراد شعاراً لبعض المبتدعة والنص لا يلزم على العموم ليس بم يلزم خلافاً لمن يقول أنه يجب الصلاة على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل ما ذكر النبي عليه الصلاة يجب الصلاة على الآل لقوله قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد عرفنا أن هذا فرد من أفراد العام العام فيه صلوا عليه وسلموا تسليماً وهذا فرد من أفراده والتنصيص على بعض الأفراد لا يقتضي الخصوص يعني من من عاش في بيئة تأثر بها لوجود بعض المبتدعة فيها والبيئة مؤثرة والإنسان ابن بيئته مهما حاول التخلص الصنعاني والشوكاني ويتباعهم صديق من حسن خان يقولون أنه يجب الصلاة على الآل كل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طيب أئمة الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا ما يصلون على الآل يكتفون بقوله صلى الله عليه وسلم ألا إما مالك وأحمد والشافع والبخاري ومسلم وغيرهم قالوا هؤلاء يداهنون الولاد يداهنون الولاد طيب هؤلاء كلهم وجدوا في خلافة الآل في خلافة بني العباس كيف يداهنون الولاد وكيف يظن بأئمة الإسلام التتابع والاتفاق على هذا الأمر بمداهنة الولاد هذا طعم في هؤلاء الأئمة يعتقدون وجوب الصلاة على الآل ويتركونها مداهنة للولاد يمكن أن يقال هذا يظن بأئمة الإسلام مثل هذا الظن تخريج المسألة على أصولها الأصل امتثال قول الله جل وعلا في سائر الأحوال اللهم صلوا عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وسلم ولا يمنع أن نضيف أن نقول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ما فيما يمنع أما التنصيف على بعض الأفراد بحكم موافق لحكم العام لا يقتض التخصيص هذا معروف هذا شيء متفق عليه عند أهل الإلم أني كوننا نتقرب إلى فئة نتقرب إليهم ونتألفهم نعم إذا وجدت في بلدهم والمسألة محتملة والنص يحتمل وذكر شيء قد يثيرهم ويجعلهم لا يقبلون ما يخالف لكن في حال ساعة في بلاد الإسلام ما في حال يضغط عليك يعني يقال أن شخصا من الشيعة تأثر بتخصيص الآل فصار سنيا المدارات مطلوبة لكن حينما يقوم سببها يعني لو إنسان عاش في إيران مثلا وقال اللهم صلي على محمد وآله ما يلهام لأنه يتألفهم بآذة في أمر مشروع أصله أصله مشروع ما فيه شكال لكن نترك الصحب وهم الجمع الجمع الغفير ممن نصر الدين وحمل إلينا الدين كل مدارات الله ما بصحيح ليس بصحيح هذا إطلاقا وعلى كل حال حتى من يقول من أهل العلم بأننا ندخل الآل ونتبعه ونعطف الآل على الرسول لا يمنع من عطف الصحب ما يمنعون وقد يقول قائل إن الآل يشمل أهل البيت والصحابة نقول صحيح بالمعنى الأعم لك صار الآل لهم حقيقة عرفية إذا أطلق ما ينصرف إلا إليهم صار لهم حقيقة عرفية إذا أطلق لا ينصرف إلا إليهم وصار شعار عند بعض المبتدعة تلبسوا به لا يحيدون عنه فما الذي يضير أن يقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما مسألة التأليف وعدم التأليف حين أنت ملزم أنت ترضى على معاوية في طهران حين أنت ترضى على معاوية لكننا ملزمين علنا نثير الناس عليهم ما نحن ملزمين لكن مع ذلك في قرارة أنفسنا ترضى عليه فكل شيء يقدر بقدره وكل شيء ينزل بمنزلته نعم في بيئة شيعية نعم عند الحنابلة ركن من أركان الصلاة أما خارج الصلاة فهم والصحابة سوا هم والصحابة سوا أصل الامتثال لقوله جل وعلا صلوا عليه وسلم متسليما فيذا قلت صلى الله عليه وسلم كما وصنيع الأئمة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا خلاص انتهت إذا أضفت من له حق نعم من له حق أضف كل من له حق أما التخصيص بدون مخصص تعلم من مسألة داخل الصلاة نعم داخل الصلاة توقيفي لا تزيد ولا تنقص ما تقول سيدنا محمد هو سيد ولد آدم فالزيادة مثل النقص هم عاشوا في بيئة تأثروا بها شاءوا أم أبو حتى أنهم أحيانا يسيئون الأدب لبعض الصحابة والبدعة وبدعة ولو كانت من عمر هذه لا شك أن البيئة لها تأثير في مثل هذا الإنسان ابن بيئة لو حاولت تخلص ما يستطيع كثرت ما يسمع كثرت ما يقول كثرت ما تجمعهم والمجال يضطر إلى أحيانا إلى أن يقول مثل هذا الكلام نعم أهنا بن ذم الشوكاني زاك الله خير ولا الصنعاني ولا صديق نعرف أنهم من أهل السنة في الجملة في الجملة عندهم شيء من المخالفة اليسيرة التي لا تخرجهم كونهم من أهل السنة قلنا أنهم تأثروا بالبيئة لا شك أنهم تأثر ومن تتبع كلام الشوكاني وكلام الصنعاني لهم كلام حتى عهان المعاوية يلمز أحيانا فالذي نعتقده أنهم من أئمة الإسلام لا نقول فيهم إلا خير لكن عندهم مخالفات هذا يقدح فيهم هل هم معصومون ليسوا معصومين بل حرصهم على السنة وتطبيق السنة والعمل بالسنة ونبذ التقليد هذا يشكر له يا أخي عذرناهم في ذكر أقوال الزيدية والهادوية والهادي والقاسم والناصر قلنا هذا من باب المدارات ومن باب ترويج الكلام من أجل أن يقبل لأنهم عاشوا في بيئة تعتنق هذه الأقوال عذرناهم في مثل هذا لكن ما نعذرهم حينما يعني يعطون بكلام لا يليق بمقام عمر مثلاً أو معاوية أو مثله لا أبداً نحن يقرنون قال علي عليه السلام قال علي عليه السلام وش اللي يخصصهم بين الصحابة هل هو أفضل من أبي بكر ليس بأفضل من أبي بكر أبداً وإن كان إمام هدى الذي نعتقده ودين الله بأنه جاء في فضله من النصوص أمور لا يمكن حصره وين هم استدلوا بالصلاة الإبراهيم ما عندهم غيره ترى والصلاة الإبراهيم فرد من أفراد هذا العام العام صلوا عليه وسلم وتسليم لا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن إن أضفنا إليه دعنا من الصلاة الإبراهيمية هذا في وقتها وفي مكانها الأصل صلوا عليه وسلم وتسليم نقول صلى الله عليه وسلم وهذا صنيع أمة الإسلام من صدر الإسلام إلى يومنا هذا كون نطعن في الأئمة لأنهم داروا وداهنوا الولاة هذا ما هو صحيح وافق كله أمر كله أمر وهذه صورة من صور الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صورة فهي فرد من أفراد العام لا تخذ تخصيص إلا لو جاءت بحكم مخالف لو جاءت بحكم مخالف قلنا نعم صورة من صور الصلاة لا 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 ما يبردت فعل ما لهم حق علينا الصحابة يعني تصور دين بدون صحابة من أين وصلنا هذا الدين إلا عن طريقه ولهم سابقة ولهم يد طولة في نشر الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام وفي حفظ الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصلنا شيء لا ما فيه ما فيه ما فيه لهذا ولا هذ إلا الصلاة الإبراهيمية والصلاة الإبراهيمية فارد من أفراد العام لا تقتل تخصيص ونقول إذا أردنا أن ندرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ما له حق علينا فندرج الآن لأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم فوق رؤوسنا ها؟ ما نمحق عليك؟ صل عليهم تبعا للرسول وصلم عليهم ها؟ لا 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 هم داخلين وطالع ما عندنا إشكال لكن لما يكون اللفظ له عرف عند الجميع عند أهل العلم وغيرهم عرف عام وعرف خاص ها؟ لا لكن إذا عرف عند الناس كلهم ما يكفي لابد من التنصيص عليهم وإذا وجد من ينكر فضل الصحابة لابد من التنصيص عليهم لابد من التنصيص عليهم وقال إن الله اختار من بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من وأزواجه أمهاتهم هن أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أزواجه أمهات المؤمنين والخلاف هل هن أمهات المؤمنات أو لا جاء عن عائشة ما يدل على أنها أو أن أمهات المؤمنين لسن بأمهات للمؤمنات لكن الخبر لا يسلم مما قال ودخول الإناث في جمع الرجال معروف في اللغة وفي النصوص أيضا وكانت من القانتين فهن أمهات للمؤمنين رجالا ونساء وهل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين أو لا يقال إذا كانت زوجات أمهات المؤمنين فهو زوجهن أبو المؤمنين وجاء في الخبر إنما أنا لكم كالوالد وقوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا معروف عند ألم أنه يخرج التبني الأبوة بالتبني وأما في التعظيم والاحترام والتقدير فهو فوق الأب نعم هؤلاء بناتي لا أمهات المؤمنين في التعظيم والتقدير والاحترام وإلا فحجابهن معروف منصوص عليه في القرآن بل هن أشد من غيرهن في الحجاب وجاء فيهن في الحجاب ما هو أشد من عموم نساء المسلمين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في التعليل إنما يريد الله لطهركم أهل البيت سألتموهن متاعهم فسألوهن من وراء الحجاب لا الحجاب مفروض على النساء بما في ذلك أمهات المؤمنين وكان يعرفني قبل الحجاب أمور مستفيضة متواتر هذه نعم هذا بلا إشكال هذا ما فيه إشكال والخلاف سقوني سقونه اللعين بسبب قول عائشة نعم نحن أمهات رجالكم دون نسائكم وهذا في كلام الخبر ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة هذا طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لمن قال مثل الروافض الروافض لا يعترفون لبعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يجزمون بأنه توفي عنهن وهن في عصمته بل يقذفون عائشة وقد برأها الله جل وعلا من فوق سبعة أرقعة في كلام يتلى إلى آخر الزمان ومن قذفها بعد أن برأها الله جل وعلا فليس له حظ في الإسلام ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة هن أزواجه في الآخرة لكن مع فضلهن وأنهن معه في المنزلة لأنهن يلحقن به إلا أنهن دون أبي بكر وعمر وخيار الصحابة والجلة منهم في المنزلة كما سبق أن ذكرنا وإن قال ابن حزم أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر وعمر لأن منزلتهن معه في الجنة ومنزلت أبي بكر وعمر دونه بلا شك وأجبنا عن هذا سابقا أمهات المؤمنين ذكر القرطب في تفسيره عددا منهن ونذكرنا بالأسمى فقط وإلا ذكر ما يتعلق بكل واحدة منهن يقول قوله تعالى قل لأزواجك كان للنبي عليه الصلاة والسلام أزواج منهن من دخل بها ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بها ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها فأولهن خديجة بنت قويلد وأطال كلام فيها ومنهن سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية وتاريخها معروف يعني ما يخفى على طلاب العلم أنها خشيت أن تطلق فواهبت نوبتها وليلتها لعائشة فأمسكها النبي عليه الصلاة والسلام منهن عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عقد علي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين ولما تزوج بكرا غيرها وتوفي عنها وعمرها ثمان عشرة سنة منهن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومنهن أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية ومنهن أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان ومنهن زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية ومنهن أيضا زينب بنت خذيمة بن الحارث التي كانت تسمى أم المساكين ومنهن جويرية بنت الحارث الخزاعية ومنهن صفية بنت حيي بن أخطب ومنهن ريحانة بنت زيد بن عمر ومنهن من يقول أن هذه ملك يمين ولم يذكرها كثير من من كتب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام منهن لأنها ملك يمين مثل مارية ومنهن ميمونة بنت الحارث الهلالية يقول هؤلاء المشهورات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن التي دخل بهن رضي الله عنهم فأما من تزوجهن ولم يدخل بهن فمنهن الكلابية اختلفوا في اسمها فقيل فاطمة وقيل عمره وقيل العالية وهي التي تعادت منه وكانت تقول أنا الشقية ومنهن أسمى بنت النعمان بن الجون الجونية وأكثر أهل العلم على أن هذه هي التي استعادت منه ثم قال لقد عذت بمعاذ أو بعظيم الحقيب أهلك ومنهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعة بن قيس زوجها إياه الأشعة ثم انصرف إلى حضر موت فحملها إليه فبلغ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فردها إلى بلاده فارتد وارتدت معه ثم تزوجها عكرمة نعم جهل إلى آخره منهن أم شريكة الأزدية واسمها غزية بنت جابر بن حكيم ومنهن خولة بنت الهذيل بن هبيرة ومنهن شراف بنت خليفة أخت دحية بن خليفة الكلبي هذه لم يدخل بها هؤلاء لم يدخل بهم ومنهن ليلة بنت الخطيم أخت قيس تزوجها يعني عقد عليه وكانت غيورا فاستقالته فأقالها ومنهن عمرة بنت معاوة الكندية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قال الشعبي تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعدما مات ومنهن ابنة جندب ابن ضمرها الجندعية قال بعضهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر بعضهم وجود ذلك كن منهن الغفارية قال بعضهم تزوج امرأة من غفار فأمرها فنزع الثياب فرضأ بها بياضا فقال الحقيبي أهلك ويقال إن مرأة البياضة بالكلابية فهؤلاء التي عقد عليهن ولم يدخل بهن فأما من خطبهن فلم يتم نكاحه معهن ومن وهبت له نفسها فمنهن أمهان بنت أبي طالب واسمها فاختة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني امرأة مصبية يعني لها صبيان واعتذرت إليه فعذرها ومنهن ضباعة بنت عامر ومنهن صفية بنت بشامة بن نظل خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصابها سباء فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شئتي أنا وإن شئتي زوجك قالت زوجي فأرسلها فلعنتها بني تميم قاله بن عباس ومنهن أم شريك قد تقدم ذكرها ومنهن ليلى بنت الخطيم قد تقدم ذكرها ومنهن خولة يعني يختلف هل دخل بها ولم يدخل ومنهن خولة بنت حكيم بن أمية وهابت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فأرجعها فتزوجها عثمان بن مضعون ومنهن جمرة بنت الحارث بن عوف إن المري خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبوها إن بها سوءا ولم يكن بها فرجع إليها أبوها وقد برصت وهي أم شبيب بن البرصة الشاعر ومنهن سودة القراشية خطبها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت مصبية فقالت أخاف أن يضغو صبيتي عند رأسك يعني يصيح عند رأسك فلا يرتاح فحمدها ودعا لها ومنهن امرأة لم يذكر اسمها قال مجاهد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت استأمر أبي فلقيت أباها فأذن عليها فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال دلتحفنا لحافا غيرك فهؤلاء جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من السراري سريتان مارية القبطية وريحانة في قول قتادة وقال غيره كان له أربع مارية وريحانة وأخرى جميلة أصابها في السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش نعم منهم من يقول أن الدخول بإستعال السدهار فقط ومنهم من يقول لا يتم إلا بالجمع التي دخلتم بهن لا شك أن مجرد استعال السدهار لا يترتب عليه أحكام لأنه لو لو لم توطى هل تكون بكر ولا ثيب بكر لكن الإشكال في كونه يعني ربط الحكم بالجماعي ترتب عليه آثار أنه قد يتزوج يعقد على المرأة ويمكذ عندها الأيام الطويلة ويستمتع بها كيف ما شاء ثم بعد ذلك يعتبرها بكرا فيردها فمن باب سد الزريعة لمثل هذا التلاعب نعم حمل جم من أهل العمل على أنه مجرد إرخاء ستار وأنه ممكن منها وفعل منها ما فعل إلا أنه لم يتم وإلا في الأصل أنه الجمع لأنه هو الحد الفاصل بين البكار والثيبوبة ويعرفون البكر بأنها من لم توطى بنكاع صحيح ويعرفون الثيب بأنها من وطئت في نكاع صحيح القرطبي ذكر الخلاف في المسألة وذكر الخلاف في المسألة ورجح أنه ليس لها حكم أمهات المؤمنين لأنه ليست زوجة اللهم في الآخرة لا استمرت في عصماتي على كل حال مسألة معروفة عندها لأنه القرطبي ذكر الخلاف وطول عليها ليست زوجة سرية ملك يمين نعم ويعطقها ولدها هي عطقت بعد موتي لا في حياتي أم الولد إنما تعطق بموت سيدها يقول رحمه الله تعالى خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية يعني ما هو معروف ومشهور في النصوص وقصة بدء الوحي معروفة ثابت في الصحيحين وغيرهم خديجة أول امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أكبر منه فسنها كان أربعين سنة تفوقه بخمس عشرة سنة أمره خمس وعشرون تزوجها قبل البعثة واشتغل في تجارتها ثم بعد ذلك لما نزل عليه الوحي في الغار وخاف على نفسه كما في الحديث الصحيح وذهب بالآيات يرجف فؤاده ذهب إليها رضي الله عنه فطمأنته وسكنته واستدعت أو ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقالت اسمع مني بن أخيك فسمع ما أنزل إليه إلى آخر القصة ولا شك أن هذا الموقف لم يحصل لغيرها وهي أول من آمن به على الإطلاق وإذا فصل فقيل أول من آمن به من النساء وأول من آمن به من الرجال وأول من آمن به من الصبيان وأول من آمن به من الموالي إلى آخره لا تخرج عن هذا التفصيل مع دخولها في الأولية المطلقة وهذا من مناقبها رضي الله عنها وجاء في فضلها ضائلها نصوص كثيرة جدا منها أنها بشرت ببيت في الجنة انقصب لا وصب فيه ولا نصب وجاءت أدل كثيرة الدل على فضلها وهي أم أكثر أولاده بل جميع أولاده عدى إبراهيم منها فمنها من الذكور القاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر ومنهم يجعلهم أربعة لكنهم أثنان ومنهن من البنات زينب وأم كلزوم وفاطمة ورقية فهي أم جميع أولاده عدى إبراهيم أول من آمن به وعاضده على أمره نعم لا شك أن السن الذي يقف عنده تقف عنده الولادة الحنابله يقولون الخمسين والواقع يشهد بأن الولادة بعد الخمسين إلى الآن ما زال النساء بعد الخمسين إلى تنعم بل منهن من تناهز الستين وثالث على كل حال هذا أمر الواقع يشهد بخلافه ويبنون عليه انقطاع الحيظ وقد وجد من تحيظ بعد الخمسين ومر علينا في كلام الخرقي أنها من الخمسين إلى الستين أمرها موقوف وهذا دليل على أن الاحتمال قائم في أنها تحيظ بعد الخمسين والواقع يشهد بذلك أول من آمن به أنه أولية مطلقة لما نزل عليه جبريل ذهب إليها فهي أول من آمن به ورقة ابن نوفل الذي صدقه فيما قال وطمأنه أيضا وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى إلا أنه مات قبل الدعوة وصدقه والخلاف في إثبات الصحبة له معروف عند أهل الله فإذا ثبت صحبته فهو أول من آمن من الرجال هذا على القول بإثبات صحبته ومن قال إنه مات قبل الدعوة فمعنى هذا أن استجابته مجرد تصديق نعم قبل أن يدعو والمراد الاستجابة بعد الدعوة استجابة من دعاه بعد دعوته عليه الصلاة والسلام يعني ما أمر بتبليغ وعلى كل حال خلاف معروف بين أهل العلم وقد رؤيا أو رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة سوى كان معدودا في الصحابة أو لا فهو مسلم على أي حال وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية وكان يذكرها بعد وفاتها ويصل صواحبها وغارت عائشة منها لله عن الجميع بعد وفاتها فهذا يدل على فضلها والصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني كمل من النساء آسية ومريم وخديجة كما جاء في بعض الروايات وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هذا الفضل هذا يشمل خديجة ولا لا يعني على الرواية التي ذكرت فيها خديجة يشمل لما يشمل كمل من النساء فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد هو الخبز مع اللحم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وجاء في مناقب الزوجتين الشيء الكثير مما يجعل الخلاف في هذه المسألة تفضيل إحداهم على الأخرى قوي بين أهل العلم والترجيح فيه شيء من العسر احتقل بعضهم أن عائشة في وقتها أفضل خديجة في وقتها أفضل وعائشة بسبب ما حصل بواسطتها من نشر للعلم والدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هذه الحيثية ولا يمنع أن يكون التفضيل من وجه دون وجه قد تكون عائشة أفضل في العلم والتبليغ وهذا هو الحاصل وخديجة أفضل في الإيواء والنصرة والدعم للنبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام الثريد عرفنا أنه الخبز مع اللحم إذا اختلف العلماء في المفاضلة بين الزوجتين فماذا عن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة هل هي أفضل منهما أو دونهما يعني هل تدخل فاطمة بقوله عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء والأصل أن الجنسية تشمل جميع النساء أنا نقول هذا عام محفوظ أو نقول مخصوص نعم كيف من أين يشمث هذا نعم إيه لهذا إن جاء هذا وجه شبه بعيد نعم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني لو كان الحديث فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قلنا سائر النساء غير من ذكرنا معها في الحديث كاملا من النساء فيكون السائر بمعنى الباقي فيكون الحديث فيه دلالة على أن خديجة هفضل منها وحقيقة أن الترجيح في مثل هذا وهذا يحتاج إلى مزيد من الرصد ومزيد من الاستقراء للنصوص وقد يقف الإنسان بدون ترجيح لأن ورد أدلة متكافئة وهذا يدل على أن إحداهما أفضل من وجه والأخرى أفضل من وجه وأما بالنسبة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها فجاء فيها أنها سيدة نساء أهل الجنة وإذا كانت سيدة نساء أهل الجنة فإذا استصحبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يعني أفضل ولد آدم وإذا قلنا أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة قلنا أنها أفضل أهل الجنة فدل على أنها أفضل من غيرها مطلقا لكن يبقى ما معنا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام تدخل في فاطمة ولا تدخل أو نقول أن هذا من العام المخصوص عام محفوظ ولا مخصوص محفوظ ولا مخصوص نعم فإذا نظرنا إلى فضائل خديجة وإلى أثرها في أول الإسلام وأول الدعوة والأثر في هذا الظرف أعظم من الأثر بعد ذلك بدليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا شك أن الأثر بالغ بالنسبة لخديجة ثم إذا نظرنا إلى ما حملته عائشة من الدين وبلغته إلى الأمة وجدنا أن الأثر بالغ أيضا وبالنسبة لفاطمة كونها بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذه مزية إضافة إلى ما جاء في فضائلها وكلهم لا شك أن أو كلهن سادات مشهود لهن بالفضل والخيرية على غيرهن ولا يلزم أيضا أن نقول أن فلانها أرجح مطلقا أو فلانها أرجح مطلقا بل نحفظ لهن من الفضل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذا تجدون الخلاف لم يحسن بين أهل العلم الخلاف لم يحسن نعم جاء في الخبر أنهن من زوجاته بالجنة لكن الكلام فيه كون مريم مثلا نبيا قال به جمع من أهل العلم قال به جمع من أهل العلم فإذا ثبت ذلك فهي أفضل النساء على الإطلاق نعم إذا ثبت ذلك وأبن حازم يرى أن ست من النسوة كلهن نبيات والدليل القاطعي وما رسلنا قبلك إلا رجالا نعم يدل على أنه ليس من النسوة أو ليس من الأنبياء ولا المرسلين أحد من النسوة وكونه أوحي إليها هذا لا يعني أنه وحي نبوة أو وحي رسالة أوحي إلى النمل أوحي إلى النحل حاربك إلى النحل هو إلهام وليس بوحي نبوة ولا رسالة ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم سبق الكلام فيه فلا حاجة إلى إعادته يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويخونونهم ويحكمون بردتهم إلا النفر اليسير ولا شك أن هذا طعن في الدين جملة طعن في الرب جل وعلا الذي أثنى عليهم طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نصروه وأيدوه وأثنى عليهم ويسبونهم ويخونونهم بل خونوا جبريل الذي نزل بالوحي نسأل الله السلامة والعافية وطريقة وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل النواصب عرفنا أن منهم من شابها الرافضة في وضع الأحاديث واختلاقها وهذا لا شك أنهم من باب ردة الفعل الروافض وضعوا في فضائل أهل البيت الشيء الكثير فانبرى بعض من ينتسب إلى الصديق قالوا فانبرى بعض البكريين إلى الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام هم ينتسبون إلى أبي بكر هم من باب العاطف فقط انتصبون إلى الصحابة من باب العاطف فقط وإلا الانتساب لا يتم إلا مع الاتفاق أما مع الاختلاف فلا يتم الانتساب لا يتم الانتساب وضعوا في فضائل أبي بكر وعمر في مقابل ما وضعته الرافضة في فضائل علي وأهل البيت وهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية أعني الطائفتين كلهم على ظلال ووفق الله أهل السنة والجماعة فعملوا بما ورد في فضائل أهل البيت وعملوا بما ورد في فضائل الصحابة وتولوا الجميع وتبرأوا من الطائفتين وهذا تقدم الكلام فيه وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل يقول المعلق الشيخ بن ماني رحمه الله هذا هو الحق الذي يجب المصير إليه وقد ظل كثير من المؤرخين المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوبوا وخطأوا بلا دليل بل باتباع الهوى وضعف الدين ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله حيث قال ابن عدوان هذا ناظم الواسطية ونمسك عما كان بين الصحابة وما صح معذورون فيه فقل قد فإما لهم أجراني أو أجرني يا فتى فلا تبغي قولا غير ذلك تهتدي وليسوا بمعصوم وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن لهم ما يوجب العفو فاهتدي فقد صح عن خير الخلائق أنهم لخير القرون افهم بغير تردد وهذا سيأتي شرح في كلام الشيخ إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على عبده وأعصر لنبينا محمد على آله وصحبه أجمعين